على أين بالنسبة للمرحوم عبدوهاب بالفقيه عبدوهاب بالفقيه أنا شخصيا كانت تربطني به علاقة خاصة علاقة أكثر مما يتصورها البعض علاقة بعبدوهاب بالفقيه أنني كنت مؤتمنا على إصراره عبدوهاب بالفقيه أنا الذي كنت أعظره في جميع المحن وجميع المكائد التي دبرت له في مختلف المحاكم محاكم قولميم محاكم أقادير محاكم مراكش محاكم الرباط إذن بمعنى أنني عايشت جميع المحن التي خاضها الرجل خاصة في السنوات الأخيرة سعبدوهاب بالفقيه من بين الأشخاص الذين فرضوا علي الدخول غمار العمل السياسي أنا شخصيا لم أكن أفكر يوما على أن أمارس العمل السياسي لعدة أسباب ولكن عبدوهاب بالفقيه هو الذي مارس ضغطاً وأقول ضغطاً حتى أقبل فكرة الترشيح في مدينة بطبيعة الحال واهم من يقول على أن الرجل كان رجلاً عادياً لأن الحقيقة والتي يعرفها العدو قبل الصديق أن الرجل كان رقماً صعباً ليس فقط في مدينة قولميم ليس فقط في جهة قولميم وإنما كان أيضاً على الصعيد الوطني وعلى خاصة في الجهات الجنوبية الثلاث عبدوهاب بالفقيه بخصاله الكبير بخصاله المتميزة استطاع بطبيعة الحال أن يجمع واجتبع فيه ما تفرق في غيره بذلك لا يمكن القول إلا على أن رحيلس عبدوهاب بالفقيه هو خسارة كبيرة أولاً لإقليم قولميم خسارة كبيرة ثانياً لجهة قولميم خسارة أيضاً لهذا الوطن الذي قدم له عبدوهاب بالفقيه الشيء الكثير ولكن ما يمكن أن يخفف من هولي الفاجعة هو أن عبدوهاب بالفقيه رحل بالفعل إلى مثواه الأخير ولكن ترك تاريخاً حافلاً ترك أفكاراً ترك كذلك أناساً متشبعين بأفكار عبدوهاب بالفقيه وبأخلاق عبدوهاب بالفقيه وبرسالة عبدوهاب بالفقيه وهذا هو الأهم وهذا الذي يدرك الجميع والذي كانوا يعتقدون على أنه برحيل عبدوهاب بالفقيه هناك نهاية لهذا التجاه أو كانوا يعتقدون على أن رفاقه وإخوته وأصدقاءه والأشخاص الذين كانوا يحومون حوله على أنهم سيصبحون يعني مشتتين مبعثارين أو يصبحون لقبة سائغة بالعكس الأيام القليلة الماضية برهنت على أنهم لا زالوا متواجدين وعلى أنهم رقم صعب وبالعكس على أن وفاة عبد وهاب بالفقيه لم تزد اتجاهه إلا قوة ورغبة في التماسك وفي الاتحاد وهذا أقل ما يمكن أن يقدم لروح الفقيد ولكن ما يمكن أن يخفف من هولي الفاجعة هو أن عبد وهاب بالفقيه رحل بالفعل إلى مثواه الأخير ولكن ترك تاريخا حافلا ترك أفكارا ترك كذلك أناسا متشبعين بأفكار عبد وهاب بالفقيه وبأخلاق عبد وهاب بالفقيه وبرسالة عبد وهاب بالفقيه وهذا هو الأهم وهذا الذي يدرك الجميع والذي كانوا يعتقدون على أنه برحيل عبد وهاب بالفقيه هناك نهاية لهذا الاتجاه أو كانوا يعتقدون على أن رفاقه وإخوته وأصدقاءه والأشخاص الذين كانوا يحومون حوله على أنهم سيصبحون يعني مشتتين مبعثارين أو يصبحون لقبة سائغة بالعكس الأيام القليلة الماضية برهنت على أنهم لا زالوا متواجدين وعلى أنهم رقم صعب وبالعكس على أن وفاة عبد وهاب بالفقيه لم تزد اتجاهه إلا قوة ورغبة في التماسك وفي الاتحاد وهذا أقل ما يمكن أن يقدم لروح الفقيد اشتركوا في القناة